السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بالنسبة للسؤال اللي بيقول لو العربية فيها خدوش ينفع رش طبقة ورنيش يشيل الخدوش أو الخربيش ويحافظ على اللمعة والعربية تفضل بحالة الفابريكا نعتمد على بركة الله احنا عندنا المعدن بتاع العربية مجموعة البرامرات ال-ED والبرامر وطبقة اللون البيز وبعد كده طبقة الكيلير كوت أو الورنيش هي دي الطبقة اللي بيكون فيها الخربش والقصة دي كلها دي الطبقة دي طيب احنا لما بيحصل معنا خربوش ونيجي بنلمعه اللي بيحصل الخدش بيحصل مصمار مثلا هنفرض ان هو خربش طبقة الورنيش اعمل هنا عمق احنا عشان خاطر نعالج الموضوع ده اللي بيحصل بنلمع المكان دوت المكان ده بنلمعه ولكن نتيجة الخدش ده بيحصل زي تكسير في الحرف ده وتكسير في الحرف ده بيعمل بياض فبالشكل ده بيبدأ يظهر ان هو خربوش لما بنيجي نلمعه ما بيروحش بيحتاج مننا عملية صنفرة بنصنفر المكان ده بصنفرة 2000 مثلا او 2500 ونبدأ اللي احنا ناكل الجزء دوت ونخلي الجزء ده كله سوى واحد يعني مش بناكل كل ده طبعا ولكن اللي بيحصل ان بناكل طبقة من الفيلم بتاع الورنيش بيكون فاضل هنا الجزء ده الصم كده بيكون حوالي بيعمل 50 ماكرون مثلا او 60 ماكرون حسب موديلة العربية اول ما بنصنفر ده بالصنفرة 2000 بنيجي بعد كده باللمعه بالبولش او بالكونباون الامور بتبقى نعمة زي الفل وكأن ما فيش اي حاجة حصلت والامور بتبقى زي الفل تمام وخلاص الموضوع الحمد لله على كده طيب السؤال هنا بيقول بقى احنا ينفع المكان ده نرش وورنيش بس عشان خاطر نحافظ على اللمعة احنا لو رشينا يعني لو عملنا ايدي الخربيشة هي نفس الخربيشة هي لو عملنا عملية صنفرة ورشينا ورنيش بس لون زي الاسود لون زي الاحمر بعض الالوان الغمقى ممكن لو ما شلناش الخربيش ورشينا ورنيش بس الامور تمشي اه ولكن الافضل انك ادهح حتى لو ترش ورنيش بس انك تعامل نفس المعاملة تخلص من التكسير بتاع الخربيش يعني تشيل الطبقة دي كلها وتوصل هنا كده بالصنفرة مش هتكون بالالفين بقى الفين عشان تتلمع ولكن لو هترش طبقة ورنيش هتكون الف ومتين او الف وخمسمية بالمية ولو هتشتغل دراي جاف بيكون بالصنفرة التمنمية على الجاف بتبدأ لانت رتخلص من الخربيش دي اهم حاجة كل ده ما توصلش لطبقة البيز اللي هي اللون لان الخربوش ده لو اخترك المكان ده كده هنا لازم عملية رش مهما هتلمع اللون هيكون باين خلاص واحيانا الخربوش بيكون واصل لطبقة الايدي او المعدن اللي تحت ولكن مش دية القصة بتاعتنا احنا دلوقتي بنتكلم في الخربيش نرجع للسؤال لو العربية فيها لخدوش ينفع رش طبقة ورنيش بس اه ينفع رش طبقة ورنيش بس الافضل انك تحافز على الالتزام بانك تصنفر الخربوش بشكل كويس انا انا عندي هنا شوية خربوش اهي 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 ما جيش اصنفر كده وخلاص وارجع رش لا لازم نتخلص من الخربوش دي اوصل لسطحة املس بعملية الصنفرة تمام انا نبدأ بقى ايه انا هي في صنفرة على الجاف مثلا بـ 800 نبدأ نرش طبقة الورنيش بتاعتنا كل الحمد لله تمام واللمعة هتفضل يحافظ على اللمعة وتفضل فابريكة تفضل فابريكة دي بقى يعني الموضوع ده مش هفرق كتير يعني ومش هتتعرف صعب الناس تعرف طبعا اهم حقا انت تكون ملزق العربية كويس والامور الحمد لله تمام انت عندك الفيلم ده الطبقة دي كلها بتعمل حوالي 100 مايكرون مسرب او 120 او 150 او 90 لغاية 150 وفي مدالب بتوصل للمتين احنا بنتكلم الطبقة دي 50 او 60 مايكرون معظم انواع يعني دي بتكون 20 دي بتكون حوالي 30 البيس كوت بيعمل له 20 وده بتعمل لها سكة من 30 لخمسين حسب الموديل فانت لما هترش عليها يعني انت لو ما صنفرتش ورشيت انت اعلم فيه خربش في عربتك ومش عارفه حضرتك بتقولنا عربتك موديل يعني من سنتين فاتق او حاجة من طريق الفيديو ان شاء الله طبقة الورنش مع الفوطة هي اصلا بتقل بتتاكل غير ان انت هتعمل عملية صنفارة عشان خطر يحصل التصاق او دهجن بين الورنش الجديد والورنش القديم فانت هتاكل منها تاني يعني الخمسين دول هيصفهم عك على حوالي بتاع 20 اللي هكو هموجودين وانت هتنزل بتاع 40 او 50 تاني يعني القصة كلها 60 ولي عندك هنا 20 80 ودي الموضوع ما فرقش كتير بصراحة ان انت لا من وضوع بيفري كتير لو انت هتدي فيلر واتدي برايمر واتدي معجون انما دهانات فوق بعضها خصوصا طبقة ورنش بس الموضوع مش ييفري ولو سنفرت وحرقت كويس وديت طبقة لون وبعد كده ورنش برضك مش هتبقى قصة يعني طبقة اللون بتعمل لازم وقلنا ممكن 20 وانت تنزل ورنش بتارتين 40 يعني 70 مثلا وعندك هنا 50 120 وعندك ضرب بتتكلم برضا كوار ده انت بتتكلم في الفابريكا فالموضوع مش وقيس قاد قلم وقيس قبله وبعد ونعمل لكم نجو الله فيديو عام عن الموضوع ده مجموعة عربيات موديلات مختلفة ولكن المعروف بيكون 100 ميكورون 100 ميكورون ده المشهور أو 150 وممكن احيانا نفس العربية تلاقي جزء خصوة المسطحات احيانا بتبقى عالية شوية ممكن جزء يعمل 90 ميكورون ونفس العربية ممكن توصل لعاك ل120 و130 ونفس العربية في اجزاء فوق كل لما عليت فوق بيديك اعلى كل لما طلعت في الابواب من فوق او الرفار من فوق بديك فيلم اعلى من العربية من تحت فالموضوع يعني عادي بصراحة انا مشاهف مشكلة ولا عنده اي اضافة يسب ها في التعليقات يعني لكن النصحة كبير بصراحة انت عندك خربيش عادي ممكن تصنفر وتلمع يوم بقى ان بردك محبش عملية الصنفرة خليك في التلميع بس الامور تبقى تمام اما لو عايز ترش زي ما اتفق انا هتشيل بالصنفرة وترش طب ان شاء الامور تبقى تمام اما حاجة واسناء عملية الصنفرة لو في ابواب مريات حاجات تحل من الاوب بكتات اوكر فيفا وانيس تحل عشان خاطر رشة تكون زي الفابريك بالزبط ما يكون فيه اي حروف ولا اي تخزين ورنش في اي حيثة بس كده ربكم الفيديو سهل ومفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام